قصتني اليوم من أبشع القصص عن اغتصاب اللي راح تسمحها بحياته قصة أستاذ يغتصب طالبته يراقبها عند خروجها من المدرسة ويحاول خطفها وثم يخطفها ويفعل بها شيئا استحيل راح تصدقها لمعرفت القصة بالكامل شاهد معي الحلقة كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم إن شاء الله تكونوا بخير وارجعت لكم في مقطع جديد وفيديو جديد وارجعنا نصور بالسيارة زي زمان اليوم قصتني قصة اغتصاب من أحد المتابعين لنا في القناة بنت من متابعات القناة تواصلت معي وبعثت لي قصتها إني أنشرها في القناة لتوعية البنات وصدقني يا عزيز المشاهد إنك القصة هذه راح تسمعها ورح يجيك شعور من جواك جدا يجهر لأن الأستاذ يغتصب الطالبة عنده الطالبة عنده جاي تتعلم هو راح يغتصبها يا ساتر يا رب فمن غير مقدمة طويلة خلينا نخش في القصة على طول البنت تقول أنا مارين وعمري 18 سنة وقصتي أنا أدرس وكانت الأمور طبيعية وكنت كثير مبسوطة في المدرسة تقول ماريا على طول أنا متفوقة في المدرسة وكثير شاطرة في المدرسة وطبعا بتقول أنا مش متحجبة في أحد الأيام كان الأستاذ يشرح لنا وكان غريب جدا الأستاذ في معاملته مع ماريا الأستاذ كان يطلع لمارين وكان يتبسم لها وهي من غبائها كانت تتبسم له بحسنية ماريا تقول من غبائي ما كنت تهم شيء عشان كذا هي تبسمت له ثم الأستاذ نداها وقالها اشرحي على الصبورة وقال للتلاميذ ضعوا رؤوسكم على الطاولة يعني لمين تشرح إذا التلاميذ حطوا رؤوسهم على الطاولة قسم بالله إنك أستاذ خصيصة ومقفل وهي بدأت بالشرح فقرب لها الأستاذ وهي تشرح على الصبورة وقال لها أنتي جدا دم خفيف وعسن فبدأ يتحرش فيها الأستاذ الخصيص هذا ومارين تقول من كثير غبائي أنا ما كنت عارفة أعمل شيء ولا كنت عارفة أسوي شيء وما كانت فاهمة شيء مارين ومش فاهمة إيش القاعدة الأستاذ هذي يسوي وصار يعيد لها الكلام ويقول لها أنا مرة أحب شخصيتك خلص دوام ومارين قالت أنا ودي أروح البيت وطلعت من المدرسة وهي طالع من المدرسة وقاعدت تمشى في الشارع رايحة باتجاه البيت حست إنه الأستاذ قاعد يراغبها ففجأة في حد ضربها على راسها ضربة جدا قوية وتقول مارين من قوة الضربة فقدت الوعي أنت متخيين قديش الضربة قوية فتقول ما كنت أعرف وين أنا وين صرت ولا إيش صار بيها وتقول فجأة صحيت وليقيت حالة في غرفة مثل السجن وتقول لقيت على جسم ها دم كثير وكانت حالتها ها جدا صعب انتم متخيلين وتقول أحس عظامي متكسرين تكسر كأنه في واحد كان نازل علي بمطرقة يضرب فيهم وتقول قاعدة أبكي وأصرخ وأضرب على الحيطة تقول والله العظيم إني كنت راح أموت فجأة إجا ولا على باله شي من إجا الأستاذ الخصيس اللي هو خطفها واعتداء عليها صوت ونزل فيها ضرب تقول والله العظيم ان ضرب الضرب في حياتي ما حد ضربني زيه وقاعدة تقول له نهارين انت ليش عملت معي كذا فبعد لما قالت لي ليش عملت معي كذا برضو حاول يتحرش فيها ويعتدى عليها جنسيا وبرضو اعتدى بالفعل عليها جنسيا مرة ثانية وبعدين تركها ورجع عليها اليوم الثاني تقول نهارين كنت أبكي وأترجاه ولو يقول لي بوس رجلي أبوس رجلي وأقول لي رجعني لأهلي بترجاه وقاعدة تبكي ويقول لي أماني رجع علي أهلي وتقولي الحمد لله بعد ما كنت أبكي وأصرخ وأنا بنفسية جدا منهارة ركبني بسيارته واتجاهني بناحية المكان اللي احنا سكنين فيه وما نزلها جنب البيت على طول نزلها بمسافة جدا بعيدة لأن الاستاذر خصيص هذا جدا يا الله ولو امسكك بس تقول نزلني في آخر الشارع بعيد عن البيت ونزلت من السيارة وماشي بالتجاه الشارع قالت وانا ماشي الناس قاعدة تطلع فيه وتقول شو مالها هذه البنت وكل لبسي قال كانت كله دم والناس قاعدة تطلع فيها وأكيد انت عارفين المنظر شعرها بيكون ملفوش ولبسها كله دم أكيد الناس راح تستغرب ايش اللي سير لهذه البنت فتقول نارين الحمد لله رجعت على البيت ولقيت أهلي ميتين علي من الخوف لكن لصديقي الصدمة اللي جاية يعني كل اللي أنا قلته هذا كلام فاضي والصدمة اللي جاية فتقول نارين للأسف بعد نص شهر اكتشفت انها حامل فقالت لأبوها وراحوا على المستشفى طبعا نارين ما قالت لأبوها اي شي سواه معها الأستاذ لانها خايفة على حالها وهذا موضوع جدا غلط فلازم اي شي يصير معك كابنت انك تروح تقولي لأهلك مباشرة لانه هذا الأستاذ الخصيص خطفها من قدام المدرسة وراح اعتدى عليها مرتين وبعدين رجحها للبيت فأبو نارين راح المستشفى وعملوا لنارين اجهاض والجنين اجهاض هذا يعني بصبط الولد من بطن البنت وتقول بعد لما عملوا لي اجهاض وغسيل للمعدة وبعد هذه الحادثة انا ظليت في حالة اكتئاب جدا سيئ سبب هذا الأستاذ الحقير فنارين تقول لكم رسالة تقول تمنى في كل بنت تهتم بحالها وهي هي قصتي وتمنى ان تنشرها والحمد لله نشرتها توعي للبنات اللي راح يستهد معها اي شي تكون مغربة بالها من الشي الغلط اللي راح يكون قدامها يعني اي بنت تشوف شي غلط لازم تتكلم او تقول لها لها لو اخوها اي شي وهنا انتهت قصة نارين قصما باللين القصة تشعر لها الابدان لان القصة هذة يعني صارت لبنت والبنت هي اللي رسالتني القصة وقالت نزلها ع القناة ليستفيد منها الغير ليستفيد منها الغير يعني وما البنات تطيح في نفس الغلط اللي هي طاحت فيه تتمنى اذا انت وصل لهذه اللحظة ادعمني بلايك واشتراك وفعل الجرس وان شاء الله القصة خذت عبرة منها واشوفكم في الفيديو جديد ان شاء الله ومع السلام